اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولاً بأول سيد المسرح الجوكر أسطورة الكوميديا كثيرة هي الألقاب التي أطلقت على الفنان الموهوب عبد الناصر درويش كيف تمكن من رسم الضحكة على وجوه الناس وما هي أهم محطات حياته أنتم تشاهدون قناة قصة حياة على يوتيوب وهذه هي قصة حياة وأسرار الفنان عبد الناصر درويش هو فنان كويتي من أصل فلسطيني ولد في الكويت في الثالث عشر من كانون الأول ديسمبر من عام 1958 أمضى حياته متنقلاً بين ألمانيا والإمارات والكويت لم يحصل على الجنسية الكويتية إلا أنه حصل على الجنسيات البوليفية والإماراتية والسورية إلى جانب جنسيته الفلسطينية أحب درويش الفن منذ صغره حيث كان بارعاً في تقليد الشخصيات وكان يفكر في إيقاف تحصيله العلمي والدخول مباشرة في عالم الفن إلا أن والده رفض الأمر تماماً وترك له حرية الإختيار بعد أن ينهي تحصيله الدراسي وبالفعل أنهى عبد الناصر درويش المرحلة الثانوية وسجل في المعهد العالي للفنون المسرحية ودرس في قسم التمثيل والإخراج بعد تخرجه من المعهد أسس فرقة مسرحية مع مجموعة من الكتاب والمنتجين المسرحيين في ذلك الوقت حصل على 150 ديناراً كويتياً كأول أجر يتقاضاه بعد شهر كامل من التمثيل بعد ذلك بدأ عمله في وزارة الإعلام الكويتية في أواخر السبعينيات شارك درويش في بطولة مسلسل مذكرات جحة حيث كان هذا هو العمل الأول له على شاشات التلفزة ولكن الانطلاق الحقيقي له وأول خطواته على طريق الشهرة كانت في مسرحية الكرة مدورة عام 1988 خلال مسيرته الفنية التي دامت لسنوات كثيرة شارك عبد الناصر درويش في العديد من الأعمال التلفزيونية من مسلسلات وبرامج مثل بدر الزمان إلى من يهمه الأمر سابع جار مدينة الرياح أما عن مشاركاته المسرحية فقد قدم عدة مسرحيات كان منها في عام 2006 شارك درويش في فيلم الطراب فاشن كما كانت له مشاركة في مسلسل كرتوني عام 2004 كان لدرويش بعض التجارب في الإخراج حيث عامل كمساعد مخرج في السهرة التلفزيونية أيام بائعة وأوراق الخريف وفي مسلسل عائلة فوق تنور ساخن تمسك درويش باللون الكوميدي ونجح بجدارة في تقديم أدواره على مر السنين كما وقف إلى جانب العديد من رموز الكوميديا في الكويت كالممثل حسن البلام وطارق العلي وداود حسين بالإضافة إلى موهبته في التمثيل والإخراج عمل عبد الناصر درويش كمذيع في إذاعة الإمارات FM حيث قدم برنامج بودا الروش تايم لأربعة مواسم كما شارك في المسلسل الإذاعي الشكاك بدور سالم مع حياة الفهد وخليل إسماعيل كان لدرويش تجارب ناجحة في تقديم البرامج بما فيها برامج الكاميرا الخفية ولكنه رفض الفرصة التي أوتيحت له لتقديم برنامج الكاميرا الخفية في مصر وقال بأنه شعر باتفاق فريق العمل مع الناس بشكل مسبق الأمر الذي أفقد العمل لذته ودفعه للتوقف حالا أطلق نجم الكوميديا آخر أعماله في شهر رمضان الماضي حيث لعب دور البطولة في مسلسل درويشيات إلى جانب العديد من النجوم مثل مبارك المانع أحمد العونان وسلطان الفرج صرح عبد الناصر درويش عن حقيقة أسنانه قائلا بأنها ليست أسنانه الحقيقية فقد اضطر لخلعها كي يتجنب الإصابة بسرطان اللثة واعترف بأنه قام بحفلة وداع لأسنانه في ذلك الوقت مؤكدا أنه متصالح مع الأمر لأبعد الحدود إن المرة الوحيدة التي بكى فيها درويش بحرقة كانت لحظة سماعه خبر وفاة والدته حيث إنه لم يودعها قبل رحيلها بل تلقى خبر وفاتها باتصال هاتفي مفاجئ بالرغم من تقدمه في السن إلا أن درويش لم يتزوج أبدا حتى هذه اللحظة صحيح أنه تعرض للكثير من الشائعات التي تقول بأنه لا يرغب في الزواج أبدا لكنه أوضح الأمر مبررا بأنه لم يلتقي بالإنسانة المناسبة حتى اليوم وأن مسألة الزواج متعلقة بشكل أساسي بالحظ والنصيب تعرض عبد الناصر درويش لانتقادات لاذعة عن دوره في مسرحية طار الوزير حيث انتقده الناس بعد أن جسد شخصية رجلي دين في أحد لوحات المسرحية واعتقدوا أنه يسيء إلى صورة رجال الدين في هذا العمل لكن الشركة المنتجة للمسرحية أوضحت الأمر للنقاد وشرحت بأن المقصود هم أولئك الذين يدعون التدين كي يغطوا على طمعهم ومصالحهم الشخصية بعد مسيرة فنية استمرت لحوالي ثلاثين عاما استطاع درويش أن يقدم ما يزيد عن تسعين عملا تلفزيونيا ومسرحيا وتمكن بموهبته من أن يترك بصمته الخاصة في أي دور قام بتأديته إن درويش هو حالة كوميدية خاصة في مسرح وتلفزيون الكويت نجح في كسب محبة الناس وزرع الضحكة في وجوههم كما برعا في تجسيد الشخصيات النسائية بأسلوب ساخر وكوميدي بلا شك سيبقى هذا الفنان المبدع اسما لامعا في تاريخ المسرح العربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر